رئيس السيسي يوجه باستكمال تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية قادة أوروبا يوافقون على منح أوكرانيا وملدوفا صفة مرشح للانضمام للتحاد الأوروبي وزن الناس يصف القرار بالتاريخي مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانون مراقبة الأسلحة وبيدن يصفه بخطوة لحماية الأمريكيين وأطفال المدارس سبعة صباحا الخامسة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة أهلا ومرحبا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالية خاصة الإسكندرية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع خلال اجتماع عقده مع عدد من المسؤولين على مشروعات تطوير وحماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية والساحل الشمالي اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء بحري أركان حرب أشرف عطوة قائد القوات البحرية واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء بحري أركان حرب محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية والدكتور حسن أبو سعدى استشاري الأعمال البحرية والدكتور إسماعيل المرقبي رئيس مجموعة شاكر الاستشارية والمهندس معتصم الغربلي رئيس مجلس إدارة شركة الغربلي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع على مشروعات تطوير وحماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية والسحل الشمالي وقد وجه السيد الرئيس باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ بمدن السحل الشمالي خاصة الإسكندرية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية وتدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة النحر وتأكل الشواطئ للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية وصون الاستثمارات بها وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم استعراض المشروعات الحالية القائمة بالفعل وتلك المستقبلية بواسطة شركات القطاع الخاص وذلك في إطار التطوير والتنمية وحماية الشواطئ امتدادا من منطقة أبو قير حتى عمق الساحل الشمالي الغربي بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة بمختلف مكوناتها خاصة الطبيعة المتميزة والفريدة للسواحل المصرية على البحر المتوسط أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية منفتحة على دراسة جميع نماذج الإدارة والشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطرق وخلال لقائه عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع صوني اللاكوشال الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في بانك ستاندرد تشارترد قال مدبولي أن الدولة المصرية تبنت خطة لزيادة حجم الاستثمارات العامة في العديد من القطاعات خاصة مشروعات البنية التحتية ومنها الطرق السريعة مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات كان لها ثمار ملموسة وخلال لقائه باستفير الفرنسي لدى مصر مارك باريتي أشاد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بتنامي علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا وأكد رئيس الوزراء الاهتمام بتنفيذ مذاكرات التفاهم والاتفاقات المختلفة التي تم توقيع عليها خلال الفترة الماضية وسرعة الانتهاء من مذاكرات التفاهم والاتفاقات الجاري التفاوض عليها من جانبه أكد السفير الفرنسي أنا باريس تنظر لمصر كدولة محورية تربطها بها تاريخ طويل وممتد تطلق وزارة الداخلية فاعلية يوم الثلاثين من يونيو اللاجاري ضمن المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكر ثورة الثلاثين من يونيو وذلك لتوفير السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بخصومات خاصة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبمناسبة الاحتفال بذكر ثورة الثلاثين من يونيو وزارة الداخلية تطلق فعالية يوم الثلاثين من يونيو الفين واثنين وعشرين ضمن المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد بالتنسيق مع عدد اثنين وعشرين مول تجاري وعدد ستة عشر شركة وكيان تجاري وصناعي بإجمالية أربعمائة وستة وعشرين منفز وعدد سنتين وخمسين سلسلة مواد غذائية ومطاعم بإجمالية سلاسمائة وتسعة وخمسين محلا وذلك بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير منتجاتها من مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية وتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة مبادرة مجتمعية تهدف لاحتفال بيوم تلاتين ستة وعملية تكافل مجتمعي بين أفراد المجتمع ولذلك يتم تخفيض الأسعار في جميع سلاسل المحلات لتناسب جميع أفراد الشعب دعمين في اليوم تلاتين ستة دوات حاجات كتيرة وعملين بخصومات كويسة جداً بيه خصومات كبيرة جداً جداً احنا عملينها بالمناسبة اليوم السعيد ده وإن شاء الله هيبعايد قوام لنا كلنا وإن شاء الله الناس كلها تحس ويتفرق تلاتين ستة مجادرة جميلة جداً من معالي رئيس الجمهورية حاجة جميلة وكلنا بنساعد فيها وتاني مرة على التوالي أنا موجود هنا حاجة رائعة وانتظرونا تلاتين ستة بخصومات جميلة أنا عندنا مش أهل من تمانين فرعاً لنصاعد في مصر الفروق دي كلها إن شاء الله لنا عروض خاصة بتلاتين ستة نحاول نساهم على قد ما نقدر ولو بجزء بسيط ونشارك مع الشعب ومع البلد في مناسبة جميلة زي دي وهنقدم أقصى ما عندنا من خصومات وهنعمل كل الواجب اللي تشعر به الشعب المصري بأن السيد الرئيس مع الشعب وبيقدم للشعب كل ما يمكن من مجهود بيعمله هو والحكومة شعب وقيادة وشرطة أحنا وكل فر حبك علينا بلدي فر هذه الفعالية تأتي إلى جانب استمرار فعاليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية عيد الأطحى المبارك بالتنسيق مع سلاس وثلاثين سلسلة تجارية بجميع أنحاء الجمهورية وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي ألف واثنين فرع على مستوى الجمهورية وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الانترنت المبادرة الصراحة حاجة كويسة أنا شايف أسعار فعلا كويسة يعني ده الزيت يعني ما شاء الله ونزل كتير المبادرة كويسة جدا وعمل حاجات حلوة صراحة أنا بأجي من هنا بأخذ المقارونة وبأخذ الرجل وبأخذ كل حاجة في مبادرة اللي عملها سلسلة الرئيس مبادرة من الرئيس حاجات بقى صعب مخفضة جدا عن السوق ولأ حاجات جميلة قوي بنشكروا عليها ونتمنى تبدأ الموجودة على طول أن الفرق في السعر ببأ جميل جدا وصراحة المنتجات المعروضة في إطار المبادرة تتسم بالجودة العالية والوفرة في المعروضة وهو ما ساهم في إقبال المواطنين في ظل المتغيرات الدولية التي تؤثر على ارتفاع الأسعار لتقدم الدولة كل أوجه الدعم للمواطنين شركة من الدولة ودعم كبير لكل المواطنين بشكل عام لمساعدتهم على الغلاء الأسعار الموجود في الوقت الحالي بسبب الأوضاع العالمية وحقيقة فعلا هي الأسعار مختلفة ونتمنى يعني أن الرئيس المبادرة تستمر فترة أطول حاجة حلوة وربنا يقدمها علينا كده ويفضل الرئيس كده في المبادرة بتاعته دي معنا وتستمر منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية عبر 1026 منفزا سابتا ومتحرك في تقديم كافة السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة حتى نهاية العام الحالي تنفيزا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبعي بأسعار أزياد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 92 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 48 طن مواد غذائية وغير غذائية ما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 34 طن وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 607 قضايا من بينها 166 قضية خبز ناقص الوزن و154 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القنح المحلي تم ضبط خمس قضايا بمضبوطات بلغت قرابة خمسة أطنان أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر وفق قادة الدول الأوروبية 27 على منح كل من أوكرانيا وملضوفا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبية واعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل هذا القرار بأنه لحظة تاريخية ويشكل هذا القرار الذي اتخذه خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد في بروكسل بداية لعملية طويلة ومعقدة تقضي إلى انضمام للتكتل لحظة فريدة وتاريخية هكذا وصف الرئيس الأوكراني فلادامير زلنسكي قرر زعماء الاتحاد الأوروبي بالموافقة على منح كل من أوكرانيا وملضوفا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وإلحاح كييف على الانضمام إلى البيت الأوروبي أسهم بشكل كبير في القرار الذي اتخذه القادة الأوروبيون خلال قمتهم الخاصة في بروكسل والتي تضمنت أيضا الموافقة على ترشيح مولدوفا إلى الاتحاد وفي مؤتمر صحفي عقب القرار اعتبر الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن الخطوة بمثابة إشارة قوية حيال روسيا بأن أوروبا قوية وموحدة أعتقد بأن الرسالة التي أرسلناها اليوم واضحة جدا ورأينا مع الرئيس زيلنسكي بأن الرسالة طبعا تتماشى مع رؤيتنا الأوروبية من أول يوم وهذا يعني بأن نتحرك بسرعة وتاريخية وبطريقة فريدة بالعقوبات بعد يومين طبعا فرضنا العقوبات وبالدعم الاقتصادي والعسكري والمالي والآن بهذا التحرك أو الحركة السياسية من جانبها وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين القرار بأنه لحظة تاريخية ويوم جيد لأوروبا مؤكدة أنه يقوي أوكرينيا وملدوفا في مواجهة ما وصفتها بالإمبريالية الروسية مكاسب أوكرينيا وملدوفا في حال حصولهما رسميا على عضوية الاتحاد الأوروبي لن تكون سياسية فقط وإنما اقتصادية أيضا حيث سيصبح بإمكان البلدين الوصول إلى سوق يضم 450 مليون مستهلك مع حرية حركة العمالة والسلع والخدمات ورأس المال هذا بالإضافة إلى دخول البلدين ضمن بند معاهدة الاتحاد الأوروبي والذي ينص على أنه إذا وقع أحد الأعضاء ضحية لعدوان مسلح فإن دول الاتحاد الأخرى ملزمة بمساعدتها بكل الوسائل المتاحة لها هذه نحظة مهمة وهذا يوم جيد جدا لأوروبا اليوم أنا طبعا أهنئ الرئيس زيلنسكي والرئيس ساندو والرئيس زيبازيشفيلي كل الدول الثلاثة الآن هي جزء من عائلة أوروبا ليس هناك شك في ذلك وقرار التاريخ اليوم بزعماء يؤكد ذلك هذا يعطي منظورا للدول الثلاثة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ويضع الطريقة أمامهم في المقابل أكد محللون أن القرار الأوروبي سيثير غضب روسيا التي لطالما عارضت انضمام أوكرينيا إلى الاتحاد الأوروبي وتقربها من الغرب من جانبه وصف الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي قرار لقادة الأوروبيين بترشيح بلاده العضوية للاتحاد بأنها لحظة فريدة وتاريخية في العلاقات بين الجانبين وأعرب زيلنسكي عن امتنانه للدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية لبلاده مضيفا أن مستقبل أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي متعهدا في كلمة له بالانتصار على روسيا في عمليتها العسكرية التي بدأتها أواخر فبراير الماضي في أوكرانيا قالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو أن قرار الاتحاد الأوروبي بمنح بلادها وضع ترشح كان يوما تاريخيا مضيفا أن مولدوفا أمامها طريق صعب سيتطلب الكثير من العمل والجهد وأضافت ساندو أن عضوية بلادها في الاتحاد الأوروبي تعني المزيد من الرفاهية وفرص العمل والنظام في البلاد أكد وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف أن موسكو لا ترى إمكانية بأن يتم استمحه لأوكرانيا بالعودة إلى المفاوضات مع روسيا وقال لافروف في تصريحات له أن الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريش يريد الاتفاق أولا على تصدير الحبوب الأوكرانية ثم حل مشكلة تصدير الحبوب من روسيا موضحا أن هذا الوضع يخلق مشاكل للعديد من الدول النامية ويطيل أزمة الغذاء أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار وقال البيت الأبيض أن ذلك يرفع إلى نحو 6 مليارات و100 مليون دولار إجمالي قيمة المساعدة العسكرية التي قدمتها واشنطن إلى كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أن تشمل المساعدة الجديدة خصوصا تزويد كييف بقاذفات صواريخ متطورة جدد دون كيربي منصق لاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي تأكيد بأن الإدارة الأمريكية لا تنوي إرسال قوات إلى أوكرانيا وضف كيربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان واضحا عندما قال أن القوات الأمريكية لن تشارك في القتال في أوكرانيا وما ستفعله واشنطن هو تقديم كل مساعدة عسكرية لأوكرانيا للدفاع عن نفسها قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينكوف إن منظومة راجمة الصواريخ هايمرز التي أرسلتها الولايات المتحدة وصلت إلى أوكرانيا وفي تصريحات له توجه وزير الدفاع الأوكراني بالشكر لنظيره الأمريكي على هذه الأسلحة مشيرا إلى أن هذا الصيف سيكون حارا على القوات الروسية في بلاده على حد تعبيره أكد وزير الدفاع الروسي سيرجيش ويجو ضرورة اتخاذ روسيا وبيلاروسيا إجراءات مشتركة بشكل عاجل لتعزيز القدرة الدفاعية للبلدين وخلال اجتماعه مع نظيره البيلاروسي شدد شويجو على أن بيلاروسيا هي الشريك الاستراتيجي الأهم والحليف الأقرب لروسيا مشيرا إلى أن التعاون العسكري الثنائي يتطور رغم الضغوط غير المسبوقة من الغرب قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيلا إن بلاده استخدمت كل احتياطات أسلحتها تقريبا والتي كان من الممكن أن تقدمها لأوكرانيا وقدمت التشيك لأوكرانيا مساعدة عسكرية بقيمة حوالي 148 مليون يورو بما في ذلك الدبابات والأنظمة الصاروخية وسلاح المدفعية كما أكد فيالا أيضا أن التشيك ستنفذ للتزامات التي تعهدت بها سابقا أمام حلف النيتو وسترفع نفقاتها الدفاعية إلى 2% من الناتج الداخلي الإجمالي على الأقل بحلول عام 2024 أكد مفوض لتحاد الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيب بوريل أن الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لا تشكل حصارا على مقاطعة كالديارد الروسية وضف بوريل أن الاتحاد الأوروبي لا يريد منع حركة المرور بين كالديارد وروسيا ولكن في نفس التوقيت أو في الوقت نفسه يحتاج إلى السيطرة لمنع الالتفاف على العقوبات التي يفرضها على موسكو ترجمة نانسي قنقر أكد قادة دول بريكس التزام بلادهم بزيادة تعاون في مجال الزراعة لضمان الأمن الغذائي العالمي وذكر نص إعلان قمة بريكس الرابعة عشر أن بلدان البريكس تنتج حوالي ثلثة غذاء العالم ومن هذا المنطلق سيكون عليها الالتزام بموصلة التعاون في مجال الزراعة وتكثيف التنمية المستدامة للزراعة والمناطق الريفية في بلدان بريكس هذا بهدف ضمان الأمن الغذائي في كل دول العالم قال رئيس مجلس الاحتياطية الفيدرالية الأمريكية جوريم باول قال إن قرارات الاحتياطية الفيدرالية لا يمكن أن يؤثر على أسعار النفط وكذلك على تكلفة عدد من السلع الأخرى وخلال جلسة استماع بالكونجرس قال باول إن بعض أنواع السلع خارجة عن نتاق السيطرة ومن بينها أسعار النفط ومعظم أسعار المواد الغذائية مضيفا أن مشكلة أسعار موارد الطاقة والمنتجات في أوروبا أصبحت أقوى بكثير أوضحت السلطة الروسية أن عمليات تسليم الغاز عبر خط نورد تقلصت مؤقتا بسبب الصيانة مؤكدة أنه ليس لدى موسكو أجندة خفية كانت شركة جازبروم الروسية قد أعلنت في وقت سابق خفض شحناتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم بأكثر من 40% يوميا هذا نظرا لعدم تسليمها المعدات الضرورية من شركة ألمانية وأوضحت الشركة الروسية في بيان أنه لا يمكن ضمان شحنات الغاز بوسطة خط أنابيب نورد ستريم إلا بما تصل كمية إلى 100 مليون متر مكعب من الغاز يوميا هذا بدلا من 167 مليون متر مكعب يوميا كما كان مخططا وفق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يفرد قيودا جديدة على امتلاك الأسلحة النارية وتخصيص مليارات الدولارات لتأمين المدارس وأيد 65 عضوا في الشيوخ الأمريكي مشروع القانون مقابل رفض 33 وذلك بعد أن صوت 15 عضوا منتميا للحزب الجمهوري مع جميع الأعضاء الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون يأتي هذا التصويت بعد ساعات قليلة على قرار للمحكمة العليا الأمريكية التي قدد بأن للمواطنين الحق في حمل مسدس في الأماكن العامة من جهته وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن إقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون بمراقبة الأسلحة بأنه خطوة لحماية الأمريكيين وأطفال المدارس وضع بايدن مجلس النواب الأمريكي إلى التصويت فوراً على مشروع قانون مراقبة الأسلحة في محاولة للحد من حوادث إطلاق النار العشوائية التي تشهدها عدد من الولايات والمدن الأمريكية في الأونة الأخيرة مني حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بهزيمتين كبيرتين في الاندخابات الفرعية التي جارت أمس وبحسب النتائج الأولية فقد خسر حزب المحافظين مقعدين تيفرتون وهونيتون أمام الديمقراطيين الأحرار بينما استعاد حزب العمال المعارض الرئيسي دائرة ويكفلد في شمال إنجلترا أكدت وكالة انترفاكس تحطيم طائرة شحن روسية أثناء هبوطها في مطار ريزيان بروسيا وقالت الوكالة إنه تم نقل سبعة من طاقم الطائرة الروسية إلى المستشفى لتلقي العلاج بينما تتواصل عمليات الإنقاذ بحثا عن اثنين من أفراد الطاقم قلت وسائل إعلام روسية رسمية عفوا إن الزعيم الكورية الشمالي كيم يونج أون أمر بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد لدى اختتامه اجتماعا رئاسيا للحزب الحاكم مع كبار المسؤولين العسكرين جاء وسط مخاوف من إجراء بلاده تجربة نووية وبحسب الوكالة فقد وافق المسؤولون على ما وصفته بقضية مهمة تتعلق بتعزيز قوة الرادع في البلاد خلال الحروب ولم يشر تقرير الوكالة بشكل مباشر إلى برنامج كوريا الشمالية نووي أو برنامجها للصواريخ الباليستية لكنه قال إن ري بيونج تشول الذي يقود تطوير الصواريخ في البلاد انتخب نائبا لرئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب وعن حالة التقصف يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على بعض المناطق في شمال البلاد حتى القهرة الكبرى وشمال الصعيد اليسود تقص شديد الحرارة نهارا على القهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء حار على السواحل الشمالية معتذل الحرارة ليلا على الألحاء كافة وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ترجمة نانسي قنقر ختام نشرة السابعة وإليكم أبرز ما جاء فيها الرئيس سيسي يوجه باستكمال تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ وفق أعلى المعهير البيئية والهندسية قادة أوروبا يوثقون على منح أوكرانيا ومنضوفا صفة مرشح للانضمام للتحاد الأوروبي وازلينيسكي يصف القرار بالتاريخي مجلس الشيوخ الأمريكية قر قانون مراقبة الأسلحة وبايدن يصف بخطوة لحماية الأمريكيين وأطفال المدارس ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بيلي أو من خلال كو أر كود الظاهر على الشاشة نشكر لحضرتكم طيب المتابعة تقبل تحياتي أنا حور محمد إلى اللقاء